هخرج عن سياق الموضوع ده في دقيقتين لان انا من ساعة من ساعة مباراة السوبر تاعت النادي الاهلي وانا في غل جوايا والله العظيم ومداء جدا من اللي حصل من الهجوم اللي حصل على النادي الاهلي انا هتكلم في نقطتين اتمنى ان انت تكون اثرت نقطة منهم اللي هي المباراة دي كان مين الحكم بتاع الفار قل ما انا قلت بنت واحدة سيدة لا الفار مغربي لا وكان فيه سيدة مغربي السيدة دي مساعدة خلاص نرجع بقى لأحداث المباراة الكرة بتاعت كهرباء اللي حصل عليها جدل انها ضربة جزاء واو والكلام ده الفار راجع الحكم لا طب مش معنى راجع في كرة في ضربة الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي ليه دي بقصودة انا بقولها لك مقصودة وعلى مسئوليتي لان لو كان الراجل ده فير اللي قاعد في غرفة الفار كان لازم يراجع الحكم في الكرة بتاع الكهرباء طب ارد عليك في حاجة قول يعني هقولك بس انا جبت كابتن جمال الشريف ايوا الحكم الدولي صابق يعني واحد من الحكم الكبار قال لك ان جون حطي ايده على جون سيبك من الجون انا بكلمش على الجون انا بكلم عن ضربة الجزاء بتاع الكهرباء اه ضربة الجزاء كهرباء اوكي مش هدف كهرباء اه اوكي موافع مهيب بركز معي ماشي بنفضلك يعني موفي حالتين الهدف الهدف فاول الهدف فاول فاول وانا وانا قاعد بتفرج ومجموعة من اصحابي قاعدين قلتولهم بادام فيه استحواز بالنسبة لحرس المرمى بالنسبة لحرس المرمى على الكرة بقى اتفاول خلاص دي ما فيهاش نحوش لكن انا بتكلم عن ضربة الجزاء بتاع الكهرباء اللي هو قال لك المزيع قال لك اصده فرصة الردى سليم هي ضربة الجزاء فيها اتاعت فرصة وحتى ما راجعش الحكم وكانت دي علامة استفهام كبيرة طب ليه انت راجعت الحكم في ضربة الجزاء بتاعت اللي اتحاصف تعملتك دي اول حاجة تاني حاجة تاني حاجة يا طارق انت مدرب صح؟ تقريبا لما يكون عندك فيه مدرب واخد خمس بطولات في موسم واحد يتقال عليه مدرب ايه مدرب كويس طبعا مش كده؟ طبعا لما يطلع واحد لما يطلع واحد اصلا شغال في التدريب ومش عايز اقول ايه سي فيه بتاعه في التدريب ويهاجم الرجل دي اقول لك ما عندهش فكرة وهو كل شغلته او كل اللي هو عايزه في كل وقت انه يطلع يهاجم في النادل الاهل ولا عاية النادل الاهل ومدرب النادل الاهل احنا مانا بقى بالكلام ده ما انا بقول لك انا متغاز من تساعتها لا بس انا عايز ارد على كابتن كروم في النقطة دي انا عايز اشوف رأيه ايه بعد مباراة الاهل والمصري في الدور انا مش عايز بتتكلم على مين ومش عايز اعرف مش مهم اه مش عايز اعرف بس انا بقول لك انا جوايا كان شوية يعني مش مش يعني بص هقول لحرك حاجة هقول لحرك حاجة منه احنا اختلفنا بعض الشيء مع كلر واتكلمنا على كلر اختلف معاه الان انا بقول لك اهو بالفم المليان بعد تجربة الراجل مع النادي الاهل والفترة الزمنية اللي قادة مع النادي الاهل كلر مدير فني قادير يا مهيب اختلف معايا على قول ده مدرب مش كويس قول انه بيخطئ قول انه بيخطئ لكن ما تجيش تقول لي لا ده مدرب فاشل ما ينفعش لا مش فاشل بأمرت ايه خلاص ما انا ده اللي انا بقوله